الخبر الأول اللي عدنا عن حقيقة زواج نارين بيوتي طبعاً ما يعرف شو الموضوع فنارين بيوتي وبسام نزلوا على حساباتهم بالإنستجرام هذه الصور اللي تقريباً كانوا يا بعض وكاتبين عليها اثنياتهم الحمد لله فهوية من المتابعين صاروا يقولون إنه الموضوع زواج ولكن لله سوف طلع الموضوع غير صحيح وإنما مجرد لفت أنظار فإنفى هذا الخبر من أهل نارين وخبر عن بسام اللي نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يقول يدعو لي ما يكون معي كارونة للمسافر يوم الجمعة فإن شاء الله ما يكون بي ومعافي يا رب الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار وقمر مار فنور نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يعلم بي عن سلسلة جديدة واللي هي منه يعرف نور مار أكثر راح تكون بنعضاء الفريق وأول واحد بده به هي قمر مار فطلب من المتابعين إنه يكتبوا له أسئلة وهو راح يسألها القمر مار ويشوف إذا هيا تعرفها أو لا فراحطكم هذا الستوري شوفوا يو جماعة الخير عم صور أنا وغمر بكرة راح يزلكم فيديو كتير خطير على الساعة 4 على قناتي الثانية ونزع مزين فيديو كتيري كتير حدو غير هيك يا جماعة راح أحط لكم هون بوكس إنه اسألوا أمر أسئلة عني يس وأنا بسألها هو يبتجاوب عني إذا بتعرفنا أو لا فيا الله هي سلسلة جديدة بالقناة الخبر الثالث اللي عدنا عن شيرو زواجه ولكن وراء ساعة بس كيشف الحقيقة إنه الموضوع هو عبارة عن مقلب بكاتب عن بعيد وكاتب لي جواب عرف قديمة بس بلل بلوك الخبر الرابع اللي عدنا عن أنس وأصالة فأصالة نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست واللي تعلم من خلالها عن اقتراب ولادتها وتقول إنه ليش هي فرحانة فشانت كاتبة بالبداية تطلب بها من المتابعين إنه شكرون الشخص اللي صورها هذه الصور وبعدها تقول إنه هي كل اشتعيدة بهذه الصور اللي صورتها لن راح تكون ذكرى لولدها قبل ما يولد وبالنهاية كاتبة مار 37 أسبوع على ولادتها وهذا يعني إنه باقي أسبوع أو أسبوعين على ولادتها فإن شاء الله يا رب تقوم بالسلامة وكتبوني يا حباي بشيريكم في هذه الصور وبس والله إنه وصلنا لنهات المقطع أتمنى المقطع جوكم أدري مقطع خصير ولكن استنوا مقطع باتر وبس جاناكم في زي مقاطع مملكة القصص ومع السلامة